يعني في كتير عالم بقلولك عفترة هي عملت عن تحكيمة بوتوكس بيتعجموا عن قط حمر عوجي هايدي هي الصينة صينياتور انو نحط الصين بوطة اوكي العالم لازم يعرفو هلا اقوى مركتين عندهم اف دي اي هن البوتوكس طبع الالرجان وهن الديسبار مابن نعم دعاية لحب الامركان والانجليزي هن الديسبار طبع ابسن هؤل الشركتين اخدين اف دي اي هلا بتقولي الكوري راح ياخد يمكن ياخد ويصير بروديو الكومباتيطور لانو مباشر بnoon يعني ماب الباسياتو اللي بتجيه�و السيدة اللي بتجي لعند الطبيب بي مش عارف حالة شب辰 بس حاسه انو بلش العمر يبين هون ضعفت شوي هون مباعرف انو بس صورة مش طالعة حلوي يمكن فيؤش خاص كتير كمانا بيشتغلو اذا بدك تحت الاضواء والكاميرايات والصورة كمان مهم من إحنا بيعصر ما شنا ننكره. الطبيب كيف بيعطيه هو بيرشده للمطرح الصح؟ يعني مش إنه أنا رح الطلاب أضغري على العمياني أحصل على الطلبة عليه أو طلبته. لكن هلأ أكيد الباسيانت أول شغلي عليا تحكي مع الطبيب وتقوله شو زعجة. هلأ بعدين إذا هي طلبية بيدل الواحد على القصص يلي معقول بيقدر يحسنون. والفيلوزوفية. الفيلوزوفية طبعيتي أنا أنه كل شي زاد بمعنى ناص. أوكي يعني إذا كل شي كان معمول بمحله بيطلع ناتورال. يوقتل بيجي حدا أوقات بقلول إيه حكيم ما قالوا لي شيء أنه عاملة شفافة. بالعكس يعني شيء منيح. يعني 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 قطعوا إينا بيرشو يعني طلعوا ناتورال طلعوا مهضومين طلعوا هيدا لبقين. وقت العنبال شو يقولولا. هلأ هلأ هون صرنا في مشكلة بالعقلية المشكلة بالتفكير الموجود بالسوسياتي تبعيتنا. نفسيا يعني أنت كتير. يعني نفسيا بينسوا الشغلة كلها ما بعض بينسوا الوشكة كل بيصير الفوكس على الشفافة أو بيصير الفوكس مثلا بينسوا الجسم كله بيصير الفوكس بس على الصدر. وبالدنيا ناتورال وهن دي جاد قطعوا الناتورال وصاروا بأشواط يعني ها هي المشكلة. ما فينا نقطع نحن البريك نطلع البريك ونكمل معك دكتور رولان طامي عم نحكي عن شد الوجه بالخيطان والتجميل بشكل عام بعد البريك. تابعين مع دكتور رولان طامي مثل ما قلنا قبل البريك عم نحكي عن شد الوجه التقنية الأديمة الجديدة بالخيطان. أكيد في طريقة جديدة باستعمال نوع خيطان جديد مثل ما كنت عم تقلنا دكتور رولان نتابع بها النقطة لأنه عم نتفرع بالتجميل ونسأل عن الجسم وعن الوجه الوجه أكتر من سؤال وأكيد فتحين باب الأسئلة كمان للمشاهدين إذا بحبوا يطرحوا علينا أسئلة. بس لن نرجع للخيطان ها التقنية اللي قلت تاخد يمكين قدية ثلاث ساعات؟ لا ثلاثين أربعين ديئة. ثلاثين أربعين ديئة. ساعة ماكسيموم تقريبا وقدل الواحد بيرجع يعني بتوري منحكي شوي ما بعد العملية أدافية وجهة بين أخذ لأنتبيوتيك مثلا أدافة بيقعد بالبيت. هلا دائما كبرنسب نعطي أنتبيوتيك دائما ما أنه إذا بدك هيدا جراحة نضيفة ما في الزوم بس أنه منعطي أنتبيوتيك أول فترة يلي بيكون بيكون في تلزيقها على الوجه محل ما قطعوا الخيطان وبيكون في لفه على الرأس بنتركها يومين ثلاثة من بعدها بعد ما ينشالوا الواحد بيقدر يروح ويجي وصولوا سوشيلي بيكون وجه تقريبا مرتاح بالأخص النسوين إذا بنزلين الشعرات على هالمنطقة يباين شوية شي خفيف عليها. قليلتي سائب في إزريقاء هو عم بيقطع عم تقطع الخيط معقول يتعزى بالغلط بشي شريان صغير يعني عم الأزراء أغلبيت الوقت لا. بيصير عادة هالجلد الزيادة بما أنك ما عم بتقصي وعم بتشد الوجه طلوع بيجمع شوية جلد بها المنطقة وهي بدون جماعتين ثلاثة تيروحوا لهكي الكومبينيزون مع الجراحة هي بتصيرها عند العالميلي عندهم كتير جلد زيادة لنك فيك ساعتها تقصي هالجلد الزيادة بفرد وقت عنها الخيطان ساعتها فيك تجمع هالعملية مع عملية تانية. لكن في كمين التقنية كانوا يعملوا الايليفت أو الحاجب ويعلوم الخيطان هو زيته نفس الخيط كمين؟ هي زيته بالنفس الخيط كمين ساعتها بيقطع من هون لطرف الحاجب وساعتها بتعلى طرف الحاجب اللي هو بيعلى لفوحه. يعني في حال كان الوجب اكتر من محال الشامنين يعني بده هيدا النوع من الجراحة. للحاجب بديك خيطان للوجب لهم بديك أربعة قليل ستة للرقبة بديك خيطان. ممكن ينعمل ثلاثة جروحة وين بهالطريقة؟ الساعة ثلاثة جروحة صغار لكل الوجس ساعتها. بس الواحة بديو يوصل لكل هالمرحة اللي بعتقد يمكن سافي مرحة لتساعتها يعمل الجراحة. إذا ما أنا نحكي رقبة، من هم بديو يفوت الخيط ومن هم بديو يخلص؟ الخيط إذا بديو يفوت من هون أول الشعر على المنطقة اللي فيها العظمة الورد داينة لنقدر نسبت مطرح ثابت. والطريقة يكتشون تسمى. ثلاثة جروحة ، بقضى بديو أحد منهم يقتل في البدد نهاية. ساعتنا خيتان من كل ميلة خيتان. ويكون هناك جرحان على الميلتان. ويكون هناك جرحان على الميلتان في كل الأحوال؟ نعم، وفي فترة كمي يقضوا خيط فرد خيط من ميلة لماية مش بها التكنيك بشكل عالي تكنيك. لا نعمل شيء للبوست أبدا. يعني نحن كنا نقول دائما انه في هايدي البرتية اللي هي الرقبة والمطرحة دائما بتتعرض للشمس انه هايدي كتير دلكت وما قيلة شي هلأ الرقبل إنه لحل بس البوست أبدا الرقبل حتى عالوات كمان هن المناطق يلي إلي صعوبتها هلأ هوا المناطق ساعتا فيك يتغزيون بالأسيديا الإيرونيك بالميزوترابي أو بوتوكس يتعمل بالبوتوكس بينعمل تيخفف هالكونتراكسون طبع البر الصغار أو في كساعتها تعمل في كتير مشينات هلأ بالسبليت في تريتمنت بكتير قصص أو بالليزرات بيقدر يحسن هلأ في بالخيطان كمان عم بيعملوها لشأل الصدر أو لشأل الداريال فأس كمان بس ما بأعتقل إنه أنا اللي تنأمن فيه في وزن أكتر هلأ بتنعمل أوندوت طامس بالنسبة للداريال بينعمل بينحطوا الخيطان أول فترة بينطرواحد ثلاثة جميع لحديث ما خلقوا هالفيبروس حواليون ترجع بتفتح الجرح زيت وبتشد بدي حبال مش خيطان بدي كابليت بس أنه بمشوا بيعطوا ساعتها هالإخفاء بس أنه بعد تقدر حتكون شوائد السوفانت على المدى البعيد هدا كرأيي الشخصية نحنا في عنا كم مجموعة من الصور يمكن شي خمسة بفور عند أفترك إذا شفتنا هون منصير نعرف دكواء الساجية هون فينا نقرب شوائل منيتر شباب تحت نقشع مضبوط هون شو نعمل لها دكتور أدي عمر السيدة هون هون مش مرضى أنا عملون هون مرضى أخدتهم أنا صورة فارجيكو لأن أكيد لحكونوا مرضى إلي ما رح يقدر فارجيون ما رح يبين ما رح يطلعنوا موجون يعني على الهول ساعتا بيستعملوا من قبل هون هي زالاني ولا هون مبسوطة ولا لأ لأنه معبلة العملية ساريتاك هون مبسوطة ولا هون مبسوطة ولا هون مبسوطة ولا هون مبسوطة هون مبسوطة ساعتا بيستعملوا من قبل العملية ستزعلاني